السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجمهير المنتخب التونسي بمختلف ألوانه الناس الكلين وراء المنتخب التونسي يارجع للجادة وراء المنتخب التونسي باش معادش تكون عنا معاش تقوم لنا قيامة كم يقولوا فيها باش نحكي لكم على عدة إيجابيات صارت في المقابلة ضد منتخب كرواتيا ولكن هناك زادة كي العادة ثم عدة سلبيات ساعة أول حاجة منتصر لوحيشي بصراحة الناس الكلين نعرف اللي هو مهوش المدرب المناسب في المكان المناسب نحب ولا نكره مهوش متاع المنتخب التونسي كما جلال القادري كنا نعنيه في جلال القادري كنا نعنيه في منظر الكبير طويكة مش نزيده نعنيه أنيس البسعادي ومتصر لوحيشي راهو مش معقول أنا واحد من الناس نشجع على مدرب هذائي المدرب بهوغ بروز مدرب المدرب البلجيكي اللي رأينا جنوب أفريقيا والنجاح مع جنوب أفريقيا المدرب هذا قادر بشيفيد المنتخب التونسي أنا لاحظت بصراحة بوادر طيبة وطيبة جدا في منتخب تونس بصراحة منتخب كرواتيا ومنتخب عملاق هذا ما ينكر فيه حتى واحد الحاجة الوحيدة اللي هي كانت نقطة ضعف المنتخب التونسي هي المدرب وراهو ما ينزمش نحكيه بالعاطفة وقت اللي نحكو على المنتخب التونسي ما نحكيهش بالعاطفة عليش؟ منصر لوحيشي حافظ على نفس المنوان متاع المدرب السابق اللي هو جلل القادري حافظ على نفس المنوان لأنه متاع منظر الكبير لذلك ما ثماش تقدم منتخبنا يلعب بطريقة دفاعية مع بعض الهجومات المعاكسة يا خيرانا ما نش منتخب إيطاليا منتخب إيطاليا بعدك السنوات متاع الفين وستة وسنوات تسعينات اللي كان يلعب فيها متاع باريزي وكان مالديني وكان ملعبية كبار ياسر راهو كان نفارو يجيه بعدهم يعني ثم قلب دفاع شدين وريرقوش 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 ناس كيس حبرش شنية وقتها كانوا متخبطاليا يلعبوا بطريقة دفاعية مع هجمات معاكسة سيبلي ديركت يسجلوا هدف يرجعوا شد ما كانوا معاش يسجل عليهم حتى هدف احنا راهو عندك في قلب الدفاع عندك مرياح وعندك جلاسي وعندك ندر الغندري وعندك ملعبية راهو معناها شتر البيس معناها بالاخر يقولوها بالفرشة معناها معناها ملعبية معناها كما انك كنتوا تتخيلوا في باكم باش احنا نلعب دفونس وبعد نلعب كونتراتا ونسجلوا اهداف لا هذا ما ينجحش راهو مع المنتخب التونسي عاننا ملعبية كاورجية لحد ثم ملعبية كاورجية أخينا نبنيو عليها بخليو علي عاننا منتخب تونسي علش نبقاو هكا بتجيبش تبني منتخب تونسي بمنتصر له حيشي من لخر وعن لخر بتجيبش تبني منتخب بهذا المدرب وإلا المساعدة بتاعه البسعادي ولا حاجة هذه حاجة ماذا بينا الجامعة توليسية لكورد قدم اتفيق على روحها وتجيب لنا مدرب عالمي راهو مش معقول راهو ضايح واللينا عايشين فيها راهو شنية كل المنتخب نلعبوله نلعبوله على المنتخب على هجمات المعاكسة شي مهز لهذه مش معقول الشينا قاعدين نتفرجوا فيه ثم حاجة بصراحة ماذا بينا نحكيه فيها ونتأكدوا منها راهو مدربين ثم راهو ناس منش عارفش بهم نحكي على المنتخب لزيد المنتخب الكرواتي وما سبق ما نحكيش على مقابلة نيوزولندا كيف ما ننجمه نسيطروا ونفوزوا فيها كيف ما ننجم منتخب نيوزولندا يفوز علينا ما ناش راهو هذرة كبيرة باش حتى منتخب مصر في بلاد وانتصار هدف بلاش كونتر نيوزولندا بضرب الجزاء وما نجمش يسجل بعدها ما بارك احنا المنتخب التونسي شنية اللي وفرنا باش النجم ونفوزوا على المنتخبات هذه إلياس سعد احسن لاعب في البطولة الالمانية احسن محترف تونسي بعد بعد إلياس العشوري إلياس العشوري نعرفوه كونفيرميسيا بوت فرشت فيه حتى المقابلة ضد كرواتيا إلياس العشوري بدا يفتك مكان يوسف المساكني طويك حاليا أنا بديت نقتنع اللي يوسف المساكني انتهى في المنتخب التونسي اللهم كان يحب يلعب بربع ساعة ولا نص ساعة في الأوقات الاخرانية يعاون شوي سنو انتهى لأن المنتخب التونسي ما يتبناش بزوز ملاعبية فرد ريتم اللي هما إلياس العشوري والمساكني بلاسك يلعبوا نفس البروفايل لذلك ما تنجمش تبني عليهم منتخب تونس إلياس العشوري ملاعبي عالمي أصبح إن شاء الله يحترفه ويلعب في فريق كبير إلياس العشوري اللي اللي هو مهوش يسجل في الأهداف وهذا راهو مش معقول إن شاء الله يولي يسجل الأهداف خلت تطلح الأمور يولينا ملاعبي كبير ياسر ونوليه ونفتخره كما منتخب المغربي اللي يزاد عليهم الملاعبي الملاعبي بتاع ريال مادريد باز الملاعبي ذات زاد التحق معناها بالمنتخب المغربي باش يزيد يولي أقوى وأقوى وأقوى واحنا المنتخب التونسي عنا ملاعبية محترفين محترمين جدا يلزمنا نحافظ عليهم ما يلزمش نسيبوا الملاعبية بتاعنا ما يلزمش معناتها ملاعبي يجيبون المنتخب وما اللعبوش وبعد يفدوا يقرح المنتخب منتصر له حيشي من أول مقابلة في بوقت أنت باش تهبط سيف دين الجزيري في مكان إلياس العشوري كنت تنجم تهبط إلياس سعد اللي هو ملاعبي كبير وكبير ياسر ملاعبي يكون في المين في بطولة ألمانيا الدرجة الثانية اللي هي أفضل بطولة تونسية بألف مرة الملاعب درجة ثانية في ألمانيا لكلهم ملاعب قد ملعب رادس يعني أقل ملعب قد ملعب رادس في القسم الثاني جي انتي معناها ملاعبي يجيك ويضحي وكل شيء وكنا نحاولوا فيه راه كنا عنا عامل تاني وإحنا نحاولوا إيه جايا إلياس سعد يجي ياه جايا الراجل هاك تلعط ما تلعبوش يعيب عليك شنية ما فهمتش أنا ثم كلونات في المنتخب التونسي ثم معناها تكتولت لعب لي فلان بتصمصير ولا عب لي فلان بتصمصير باش يحترفوا تاخذ شوية فلوس والآخر يمكمك من هوني والآخر من غادي رهعيب الشيء داي أنا حاجة الرافان في المنتخب التونسي كان تحبوا منتخبكم يتصلح هذا المنتخب اللي هو منتخبنا جميعا بطبيعة الحال ولكن ساعة يكرهوك فيه المنتخب التونسي تحبوا المنتخب التونسي يتصلح حمد أبيل ما عاش نحكيه عليهم حاليا المنتخب واضح بدينا نعمل في دي باز في المنتخب التونسي نقوله كلمة حق الحارس بن سعيد قدمه قابلة باهية وإن شاء الله يوصل لكيك طيب إحنا عشانين نحبه نحبه الحارس متاع تونسي نكون نكون في المي نقول نقطة ضعف متاعنا السنوات اللي فات كله هو حارس المرمى بن سعيد شد بعض الكورات بهين وممتازين جدا ضد كرواتيا أي من دحمين هبطناه في ضربة جازية ضد كرواتيا نرقاوه ممتاز جدا يعني هذا مزوز نقاط إيجابية كبار ياسر بصراحة بقا معز حسن ملعبوهوش ومعز حسن معناها ما نشعارف معناها ما عندوش معناتها ترحيب كبير في الكورت القدم صحيح غلط مع النادر إفريقي قبل هدف ضد أكاديميكا سهلة قبل ضد بعض الأهداف حتى اللي ضد الترجي في الدربي هدف يتسمى سهل كان ومو يشد مرة شوتا كان قبلنا تفكر شوكري الواعر وعاتوقة والحراس الكبار بومنيجر بومكر زيتوني كانوا يشدوا مقتلين يتخذ جلم رأس رأس دونك هذي هذك عليش ما يلعبش معز حسن أنا مش نحكي بكل حيادي ومش نقول جاد الحارس متاع الترجي مميش هذي الحارس الشيب كانت عنده إمكانية باش يكون حارس موجود معاه في المتخب التوسي في المستقبل ما ننكروش إذا كان باش يواصل للحارس هذي بهالمستوى اللي يقدم فيه رأبش يولي الحارس لولي بتاع المتخب التوسي في قادم السنوات الشي واضح وصريح وثم بعض الحراس في بين الناس يمعوا بيهم بتاع المتخب الأواسط يلعبوا في الأوروب إن شاء الله هتكون مناسبة حراس الشبان على الأقل المتخب تونس كي أحيانا تجيك هجمة معاكسة وانت يتلعب بلوك القدام وقتها أموها تلقي الحراس القويين اللي يشدوا لك الفرص واللي يطلعوا لك مورالك كما حارس منتخب سينيجال كيما كالحراس الكبار أذوكم باش منتخبنا يرجع كيما حارس البونو حارس المتخب المغربي هكا رأو باش تكون المتخب التونسي اللي لحظته في المتخب التونسي ثم برشم لعبية ممتازين جدا أريد رواك شريدة ومعاه الزعلوني احتياتي ممتازين الزوز كوارجية الزعلوني ثم ناسم يعرفهوش طو كين تفرجوا فيه نهارات طو تشوفو ثم كورة كورة صحيحة كوارجي أريد رقوش معناها العابي وعلي معلول حاجة بها هي أذوم الزوز كوارجية معها مشيرني الملعبين يلعب في لفال فرنسي ثم ملعبية ممتازين في المتخب التونسي قلب الدفاع أو كلعبنا بطريقة 5-3-2 طريقة جيدة نجموا نبنيوا عليها الطريقة هذه بما أنه ما نش فريق هجومي بيئة تم معنا كلمة حتى نوليه اللنسي في الملعبية وتولي عنا قاعدة تعبيفوات وقاعدة تعديرو جسير كوارجية وقتها نجموا نسيطروا على الفرق بدينا نبنيه ثم نحب نشكر الملعبية سيف الطيف سيف الطيف راهو باش يكون عنده شأن كبير مع المنتخب التونسي إذا كان نفهموله طريقة اللعابة متاعه ورد بالك ورد بالك تغرك المظهر وتغرك الجهامة متاعه على خاطره جويت وضريف ورد بالك رأوا الملعبين الكبار ميسي ومرادونا ومروماري والملعبين الكبار متاع العالم كلهم رأوا ضريفين راهو ما تلقاش ملعبين كواري قليل معناهم بامبي تسمى كباري ولكن الملعبين بصفة عامة الكوارجية في العالم راك تلقاهم دي كباري دي بي تي كباري ولكن كوارجية يعطيوا كل ما عندهم حتى من ضرب الجزاء اللي شاتها سيف الطيف تفهم القيمة الكروية متاع ملعبين متكون وكوارجي وعندهم يقول في روحه معاه إلياس سعد في الهجوم معاه الملعبين يعني إلياس العاشوري اللي بشي ولي الكابيتان متاع المنتخب محمد علي بن رمضان قاعد يقدم بمستويات جيدة ممكن ياسر بسام سرارفي إذا كان رجع للمنتخب التونسي بعد الإصابة ينجم يعاون الملعبين هذو وعندنا عديد والعديد من الملعبين قادرين باش يكونوا معناها الزوز الكابيتانات متاع المنتخب التونسي اللي هم عيسى العدوني ممتاز جدا ومعاه السخيري كيرجع للفورما بتاعه الحاج محمود إذا كان رجعه وتقوى وأصبح ملعب كبير منتخبنا راهو نجم ونبنيو عليه منتخب كوارجي يشد كورة ماهوش منتخب متاع هجمات معاكسة راهو منتصر لوحيشي وجماعته راهو أكل عليه الأفكار متاحهم أكل عليه الضهر وشرب ما عادش منها الأفكار هذه كالأفكار الحالية يجبك تكون كوارجي يجبك تلعب كورة يجبك تلعب بوزيسيون يجبك تكون عندك ما يجبك تتستنى المنافسين مش العادية وحياتنا كاملة نستنى في المنافسين منتخب مصر حتى كي ما يقدمش نتائج بها ديما يكور المتخب المغرب يكور الجزائر يكور أحنا ديما هجومات معاكسة يزي من هجومات المعاكسة حاول تلعب سيطرة ما ثمش منهزه كوب دافريك ولا ما ثمش كينبشون لكوب دوماند ترشحوا للدورة الثانية هذا هو إن شاء الله بالتوفيق للمتخب التونسي ما تساويش تعملوا أكس جام وقلبوا لي وما زال نحكي لكم على المتخب التونسي عندت تحليل وعندت مفاهيم في كورة القدم تسمعوها كان من نابير ريجن سبور وإن شاء الله تلقاوا منها كان التحليل الجميل وإن شاء الله بإذن الله التوفيق للمتخب التونسي وختامنا نقول لكم إن شاء الله نترشحوا نهايات كأس العالم ما دي أول حاجة وفي كأس أمم أفريقيا القادمة إن شاء الله نوليوا منتخبنا اللي يفوز بالكأس أمم أفريقيا مش نمشيوا نروحوا من دور الأول وللدور الثاني والتوفيق للمتخب التونسي